اه مرحبا اه اليوم راح نتعلم اه طريقة اصلاح اه التفطر او التشقق اللي يصير اللي يصير باجينة السيراميك اه بس مثل ما انا وعدتكم انه اعلمكم طريقة اصلاح الفطر اللي يصير او التشقق اللي يصير بقطعة عمل انتي مكملتها يعني هي اورادي ناشفة و اه كاملة اه مثلا ممكن يصير التفطر اه بسبب طريقة العجن او بسبب طريقة العمل بها خطأ او ممكن يكون التفطر بسبب سقوط هذه الحاجة وكسرها فهي هاي راح نتعلم شلون نصلح مثل هذه المشكلة فاني هنا عندي هذه قلبة سويتها اني للأبر للاحتفاظ بالأبر فسقطت من عندي وتكسرت فقلت فرصة انه اقدر بهذه القلبة اقدر اشوفكم طريقة اصلاح مثل هيك مشكلة يعني تكون العمل ما لكم سقط وتكسر او بدي يتفطر بعد ما نشف فاليوم راح نتعلم شلون نقدر نصلح هيك مشكلة فأدي هنا نعني هنا هذا المكان اللي منكسر راح اشوفكم شلون نقدر نصلح هذا الشي اللي راح نحتاجه نحتاج المي ونحتاج عجينة السيراميك اللي هي تكون نفس لون لما تريدين الصالحين عمل تجيبين عجينة سيراميك اللون مشابه لنفس القطعة اللي تريدين نصلحيها فاني هنا بما انه هي باللون الاسود فراح احتاج عجين باللون الاسود فهنانا انا انا حضرت عجين باللون الاسود اللي هو مشابه للقطعة مالتنا ناخذ كمية من العجين مساوية لمكان الفطر او التشاقق اللي حاصل عدنا اللي راح استخدمه راح احاول انه استخدم القليل من الصمغ بهذا المكان وبهالحالة راح نحاول انه نملي هذا الفراغ اللي صاير راح تحاولين انه تغطين الا الكسر او الفطر بهذه الطريقة باستخدام العجين طيب هس راح يكون المنظر بهذا الشكل اذا ينترك بهذا الشكل راح يكون المنظر قبيح اللي راح نستخدمه انه باستخدام الماء راح تستمرين على هذا المكان وتحاولين تخفين اي ايوب وتحاولين تخفين اي مظهر يبين لهذا العجين الجديد اللي يضفنا بتحاولين اذا اه تحسين انه وضعتي كمية من العجين اكثر من اللي لازم تحاولين تتخلصين من ادها اشتركوا في القناة هس راح يجي دور الماء اه راح نستخدمه ونبقى اه باستخدام الاصبع تبللين الاصبع وتستمرين اه بهذه الطريقة الى ان تحسين انه صار العجين من الجهتين اه بمستوى واحد مع القطعة الاساسية وبدأ هذا الخط يختفي اه فهس تلاحظون اني راح استمر بالعمل احاول انه بطرف الاصبع اتحسس اذا كان هذا المكان اللي اني صلحته اعلى من باقي القطعة او نفس المستوى هسه هو صار نفس المستوى اللي راح يبقى انه راح استمر الى ان احاول انه اخفي اي خط يبين مكان التصليح يعني مع عجينة السيراميك اه هواية شغلات اي ايوب تحصل بالقطعة مالتنا ممكن ان نصلحها يعني ماكو شي مستحيل مع هذي العجينة فهساني راح استمر والى ان انا شفها وارجعلكم واشوفكم النتيجة هسه مثل ما تلاحظون اني حاولت انا شفها بس استخدام مجفف الشعر يعني اني استخدمتها على السريع لانه مجفف الشعر راح يكون الهوى حار ممكن يموع العجين يعني انتوا تقدرون تاخذوها تخلوها امام مروحة يعني هواء بارد يكون افضل يسرع ينشفها وايضا ما يموع العجين بساني لغراض الفيلم استخدمت المجفف الشعر المهم فتلاحظون بعد ما نشفت اللون الاسود رجع مثل ما هو بس احتاج هذا المكان اللي اني صلحت انه ينشف بعد اكثر لان لا تنسون هذا اصلا هو ناشف فمنعرفت للهوى نشف بسرعة لكن هنا العجين عندي بعض طري فنحتاج فترة الى ان ينشف فمثل ما تلاحظون اذا ممكن انه اصلاح الشقوق والفطور او الكسر اللي يحصل بقطعات السيراميك اللي تعمليها فلتلاحظون اه 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 هنانا بعد ما تقريبا يعني انه شف انتظارت علي او عرضت للهوى هوا بارد مو لهوى الحار اه اه صار بهالشكل يعني اذا اه اه اصلاح الفطور او الشقوق اللي يصير بالعجينة ممكن ولا تنسون أني يعني هذا لو تذكرون الشق أو الفطر كان كل شي كبير فصار بهالشكل زي مهذا خليني أحاول أنه أستخدم الورنيش حتى أخفي هذه العيوب طبعا أتيعدي أنتوا يصير بهالشكل ممكن تستخدمون بعد عجين يعني تحاولون تخفون هذا المكان بإضافة شغلات تجميلية للمكان فهنا أنا أحاول أنه أورنشه أخلي علي طبقة ورنيش وأشوف راح يختفي أو يكون المنظر يعني جميل فعني هنا أنا هسا ورنشته وأنتظر إلى أن ينشف لأنه ده أحس ما أعرف احتمال لأنه العجين بعده ما أشف أحس أكله معه تختلف عن باقي القطعة فقلت خلي أصبغها بالوارنيش أو أغطيها بطبقة من الوارنيش وأشوف فهسا بعد ما ينشف راح أرجع لكم وشوفكم النتيجة النهائية وهاي هنا أنا بعد ما نشف طبقة الوارنيش على القطعة فلو تلاحظون يعني مو بسهولة ممكن تلاحظين المكان اللي صلحنا إلا هسا لما ندخلي بمكان الضوء تقدرون تشوفون المكان اللي صلح فهذه هي طريقتنا لإصلاح الشقوق أو الفطور اللي تحصل بالقطعة القطعة أو أعمالنا من عجينة السيراميك اللي تكون ناشفة نهائيا يعني إذا سقطت من عدكم وانكسرت أو انفطرت فبهالطريقة ممكن تصلحون العيوب اللي تحصل في العجينة وإن شاء الله يكون هذا الفيلم وهاي المعلومة نالت أعجابكم وتعلمتم منها شي جديد وانتظروني بالأفلام التعليمية القادمة وشكرا